مرحبا أنا ساما رح نعمل لوك مستوحام التسعينات على الشفايف وعلى العيون رح نستخدم السيمي سويت هاي شهدوا المات فأول شي لازم نروحها للعين كامل وهنا استخدم فرشات 217 اللي هي مناسبة للدمج ونفس الشي للعين الثانية طريقة دائرية عشان يعطينا تمويه للون ناخذ اللون اللي سويناه وننزل فيه تحت العين بنفس الفرشة 217 عشان نسوي السموكي الغير محدد وننزل شوي تحت العين الحين بس رح أغمج الطرف الرمش عشان يعطيني السموكي غامة بعدين يفتح على آخر العين وبعدين أموه بطريقة دائرية على العينين وديش داخل العين أكثر عشان يعطيني لوك التسعينات فرح استخدم الانستاكولاش الحلو فيه إنه ممكن أنا أتحكم بالفرشة إذا تكون تسعين درجة أو أقل على حسب الرموش اللي عند رح نستخدم كوسا ريتش كحل عشان نكمل اللوك ورح نستخدم الدخل العين هذا يعطي اللوك وايد حلو نفس الشيء العين الثانية وممكن أنا دخلة بين الرموش رح نستخدم البربرم حايم ليب عشان نحضر شفايفها طبعاً لازم نبدأ على خط الشفايف نحافظ على إن الحمرة ما تتحرك رح استخدم الحين شوكولات تيز من الريترو مات ليكويد رح أرسم فيها الشفايف وأبدأ دائماً من حد وأرسم على الطرف الثاني قبل ما يجف بس أدمج اللون على خفيف فأخذ الفرشة 217 وبس أدمج اللون لداخل عشان يعطيني أفكت الأمبريل اللي أنا أبيه بس نضبط رسمة الشفايف من فوق حين رح مجرد نعدل اللاين نتأكد أنا ما في مكان ناقصة برودوكت بس نمشي ونرسم الفرشات الشفايف ونفس الشي تحت ما ننسى رح أستخدم برن سبايز من الريترو مات ليكويد بالطرف أصابعي بس قليل بننصه قليل بس بننص بس عشان أكمل الأفكت تبع الأمبريل وما ننسى فوق أكي بعدين أخذ الفرشة 217 أمواه اللون بتأكد أنا ما في خطوط محددة بتشريك ونخلصنا لك المسترحى من التسعينات للشفايف وللعيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر